الفنانة العملاق صلاح السعداني زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة عن رحيل الفنانة المنفرد والمتفرد صلاح السعداني صاحب الرؤية الثاقبة والأدوار الخالدة في تاريخ الفن العمدة سليمان الغانم في رئيس الحلمية حسن النعماني في قرابسك الجندي مسعد في غنية على الممر حاجة ايها أعمال كتير جدا 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 أعمال لا تعد ولا تحصى يا شازلي بكل تأكيد الفنان القدير العمدة صلاح السعداني صاحب البصمة المتميزة اللي كان دايما عنده صبغة كده في أدواره تخليك تعيش انت الحالة لأنه كان يعيشك كل شخصية وكأنها حية من لحم ودم خلينا طبعا نتذكر مع حضراتكم أيام حسن رابسك ونتوقف عندها لأن دي مرحلة مهمة جدا في حياة صلاح السعداني مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود التميمي المنوار ما صباح الخير عليك أستاذ محمود صباح النور يا أهلا بحضرتك أهلا بي لو هنتكلم عن الأستاذ صلاح السعداني تحب حضرتك نبدأ منين أولا خالص العزاء للشعب المصري كله لأنه صلاح السعداني مش يخص الأسرة الفنية أو يخص أسرته اللي صغيرة هذا الفنان المصري اللي قدر أنه هو يعبر عن الشخصية المصرية في أعمال كثيرة مؤلفين كبار مخرجين كبار لكن لو لا صلاح السعداني في هذه الأعمال ما كانش بوعيه وبثقافته ما كانش خرجت بهذا التجذر في الروح المصرية والشخصية المصرية فخالص العزاء للشعب المصري كله للأمة العربية كلها اللي استمتعت بفنه وإحنا فقدنا فعلا شيء كبير جدا عمود كبير من أعمدة مش بس الفن المصري ولكن الهوية المصرية كمان هانو صلاح السعداني كان ممثل صاحب رؤية وكان ممثل ليه ثقل وكان ليه كمان خلفية ثقافية قوية جدا حتى من المخارج، مخارج الألفاظ، طريقة الإلقاء حتى دور أي أن كان الدور اللي بيلعبه بالمناسبة صلاح السعداني كان ليه مدرسة مختلفة من أول مسلسل بدأ فيه ممكن مسلسل رحيل تقريبا سالة ستين صحيح لغاية مسلسل الأصدقاء رحلة مختلفة، رحلة استثنائية لفنان استثنائي لو هدرك هتضع عنوان لهذه الرحلة وهتكلمنا عن عناصر استثنائية وخصوصية هذه الرحلة طيب خليني أبدأ بجوملة أسمعتها من أستاذ محمود سعد ربنا يديه الصحة هنا في الستوديو اللي جنبوك وهنا ستوديو واحد لما كنا بنعم برنامج ببيت بيتك قبل 2010 ومرة كنا قديم بنتكلم في تحضير الفقرة كده فقال لي أنت عارفها محمود أكتر ممثل مثقف في مصر مين؟ فنحبتش خمن قال لي صلاح السعداني هتخش بيته هتلاقي مكتبة مش موجودة في بيت ممثل تاني على الإطلاق ومش مكتبة للوجاهة وعشان يبقى منظر البيت يعني أن فيه كتب قرأ كل ما وصلت إليه يده ده كان شهادة محمود سعد على صديقه صلاح السعداني أنا عارف كويس قوي أن حكم التكوين هو الفرض الحالة اللي حضرك حكيتين عنها على صلاح السعداني يعني إيه؟ هو ابن الحرم مصرية في حوارج جيزة اللي اتولد فيها وشاف أخوه الكبير محمود السعداني الولد الشقي شافه بيسخر من العالم كله أهم كاتب ساخر شافته الأمة العربية هو ابن الحرم مصرية اللي ارتبطت مع أحلام فترة الخمسينات والقومية العربية وفكرة الصعود للدولة المصرية فكرة أنه في مصر دولة تريد أن تفرض صوتها وأن يسمع الجميع صوتها وأن تجعل أيضا قضايا المهمشين وضحايا الاستعمار ومع ذلك في صلب دورها صلاح السعداني شاف كل ده اتربى في ظل ده كان دايما يقول في حوار شهير اللي هو مع جلدة الآلي في التسعينات كان بيقول فيه أنا ابن صورة يوليو وأنا ابن جمال عبد الناصر كان بيتكلم بإحساس شديد جدا من الوقائع النادرة الزكر عن صلاح السعداني أنه سنة 72 اتكتب مطالبة لرئيس السادات من الفنانين والمثقفين بكسر حالة ألا سلم ولا حرب كان من سنة 67 لسنة 73 كان فيه حرب للتنزاف ثم فيه سنوات ما كانش فيها أي قتال وبالتالي المثقفين المصريين وقعوا فيه ناس كتير خافوا يوقعوا من القلة اللي جرقوا على توقيع هذه المطالبة لرئيس السادات بكسر حالة لا سلم ولا حرب كان الشاب الصغير اللي لسه عامل دور بسيط في فيلم الأرض بس دور عظيم في معناه علواني الفلاح وعمل بعد كده دور العبقري مسعد في أغنية عم مار وقع على هذه الوثيقة وللأسف الشديد عقب بعد ذلك على هذا الأمر فيه ناس كتير تفتكر أنه إبعاد صلاح السعداني عن التمثيل لأنه دفع دور دفع تمن دوره كمثقف وكوطني فيه ناس بيعتقدوا أن إبعاده عن التمثيل كان بسبب مواقف أخوه محمود السعداني اللي كان محبوس ساعتها في قوائع العصر رئيس السادات ولكن الحقيقة أنه هو لا هو كان له دور وكان له موقف شخصي وكان يحاسب على هذا الدور ودفع تمنه وقعد فترة كبيرة مبتعدة عن التمثيل ولكنه في نفس الوقت كان عنده قضية وعنده مبدأ ما كانش شخص يعني أنا قلت من شوية أنه ابن حرام مصرية هل حد فيكو سمع صلاح السعداني قبل كده في دور من الأدوار بيحاول يكلم بتون غليظ أبدا أو أنه هو يعني البلطاجي بقى بالعقس ده مثل يعني أخلاق أولاد البلد والحرى المصرية الأصيلة الحقيقية على فكرة يعني لما شوفنا حسن أرابيسك احنا شوفنا ابن بلد الزوء اللي هو بيقع وبيقف تاني اللي هو عنده هناته وعنده مشاكله اللي هو ممكن في لحظة بعصبيته وكل حاجة ممكن يبقى في مدن المخدرات ونشوفه قاد في الغرزة بس المشهد اللي بعده دي عبقريت أسامة الله الرواكاش الله يرحمه المشهد اللي بعده بنشوفه بيفتك الزكرياته في حرب أكتوبر وإزاي كان بطل في حرب أكتوبر صلاح السعداني جسد في زمن حاتم زفران الفيلم الايكوني لهم من أفلامه الايكونية وجسد أيضا في حسن أرابيسك فكرة بطل حرب أكتوبر الذي فوجئ بعد أن جاء بالنصر أنه فيه آخرين هما اللي بيستفيدوا بازها النصر أنه حقه مخدوم أنه البلد اللي بيحارب عشانها ما بقتش هي اتغيرت المقساة دي اللي جسدها بوعيه صلاح السعداني عبقريت وسامة الله الرواكاشة بالتأكيد المقساة دي كانت جزء من هم صلاح السعداني مش مش مسألة إنه بيمثل يعني أقولك حاجة هذا العمل لم يكن لصلاح السعداني بالأساس يعني أرى بسك جمال عبد الحميد المخرج وهو عايش حاجة قصة إنه المسلسل ده كان بالأساس هيروح لعاد الإمام وعاد الإمام قعد مع أسامة الله الرواكاشة وقرد دور ثم طلب تعديلات فرد عليه أسامة الله الرواكاشة وقال له أنا ما بعملش أدوار تفصيل فيش تعديلات الدور زي ما هو ثم اتقال يوح يا فخراني سبس يا فخراني كان عنده مسلسل تاني ثم اتقال محمود عبد العزيز وكان عنده مسلسل تاني راح لصلاح السعداني ترشيح رابع كمان أه ترشيح رابع بس إيه ما فيش حد يعمل حسن أرابسك إلا صلاح السعداني ما تقدرش تتخيل حد في الدور ده تاني فاني لما عملنا في ندوة أرواح في المدينة اللي بنعملها كل شهر في مركز الإبداع لما عملنا استذكار لأربعين سنة على 30 سنة آسف على مسلسل أرابسك لما عملنا الاستذكار ده كلمت بنته مرت وطلبت منها إن أنا أكلمه وقالت لي هو عنده دور برد وصوته تعبان لأنه كان الفكرة إنه يسجل لنا رسالة لجمهور الأرواح في المدينة اللي جاه عشان يحضر معنا حلم حسن أرابسك اللي بنستعيده بعد 30 سنة على عرض المسلسل ودي أول مرة يبقى فيه احتفال ب30 سنة على مسلسل فكرة ذكرى عرض المسلسل ده مش حاجة يعني بتحصل في مصر ودي صن أتمنى نحن نتبقى موجودة عطول طيب ليه اخترت حسن أرابسك تحليل ليه اخترت مسلسل أرابسك لأن حسن أرابسك كان عنده حلم هي هو الحلم الهوية المصرية المسلسل كان عبارة عن استعراض لفكرة ليه الفيلا وقعت الفيلا اللي أصبعا أنا روكاش هتخيل إن هي مصر بكل عصورها وقعت لأنها مش متجنسة التجنس اللي يخلي الهوية المصرية دي شيء واضح المعالم ومنتج واضح المعالم ما كانش فيه حد هيقول المونولوجي الأخراني اللي قاله حسن أرابسك في الزنزانة لما بيقول فيه ناس بيقولوا مصر دي العرب وناس بيقولوا مصر دي اللقباط وفيه ناس بيقولوا مصر دي على البحر يعني ثقافة بحر متوسط السؤال بجد إحنا مين لو عرفنا إحنا مين نقدر نبني من جديد لكن طول ما إحنا مش عارفين إحنا مين مش نقدر نبني من جديد ده كان سؤال ما بعد الزلزال إنه كان بعد 92 بس هي عمقارية الدراما المصرية هنا إيه إنها طرحت سؤال فلسفي معقد جدا يتعامل في رسائل دكتوراه ومشستير في مشهد في ختام هذا المسلسل فكان لابد من الاحتفال بمسلسل أرابسك حاولت الوصول لأستاذ صلاح من خلال بنته مرت وهي قالت لي إنها بلغته إنه فيه احتفال بمسلسل أرابسك إنه هو مبسط بدا وأنا سعيد جدا إنه أنا قدرت إن أنا يعني قبل وفاته كان في شهر مارس اللي فات إنه يعرف إن فيه ناس من جيل تاني كانوا أطفال يمكن وقت عرض المسلسل بيحتفلوا ب30 سنة على عرض المسلسل ده جزء كمان من شخصيتنا لما نجي نتكلم عن ليالي الحلمية وتتكلم في الأدوار اللي ما كانتش بتاعته تخيل بقى وترشح لها دور تاني وتالت وترشيح رابة كمان لكنه بيأديها بهذه البراعة السر في إن هذا المسلسل بأجزاءه الخمسة هو بيشارك به حتى بالمناسبة يقال إنه كان أقربهم إلى قلبه كمان كان بيها من أدوات في نقاط الصحفيين وكان بيلبس نفس لبس العمدة سليمان غانم فهو كان الدور ده كان محبب إلى قلبه قوي إيه سر في إن هذا الدور وهذه الشخصية عايشة معنا لحد الآن طيب فيه سرين أول سر الحج برايم نافع محدش يعرف حاجة عن الحج برايم نافع الحج برايم نافع ده أنا قابلته شخصيا واستضفته في كذا برنامج يعني من 15 سنة ده من ملوك الكلام محمود السعداني كان يصفه بأنه من ملوك الكلام مين ومن الزرافاء عصره هذا الشخص اللي صراح السعداني أخذ منه كثير من سمات شخصية سليمان غانم أنا فيه قاعدة كان بيعملها محمود السعداني في الجيزة كان فيها عدد من يعني من الناس من مشارب عديدة مين بحاجة برايم نافع ده كان تجر فكهة تمام وأولاده موجودين دلوقتي وكان تجر فكهة كبيرة بس كانوا بيجتمعوا على قهوة في الجيزة أو في أماكن مختلفة لغاية ما تعمل نادي النهري اللي انقبط الصحفيين في البحر الأعظم قدام الحتة اللي اتولد فيها محمود السعداني وصلح السعداني بالمناسبة يعني هو قدام نفس المنطقة في الجيزة فكان بيجتمعوا هناك وانا رحت حضارة معهم كذا مرة وشفت الحاجة برايم نافع ده بيبقى لابس ازاي وقاعد بيتكلم ازاي واقنت انه سمات كثيرة من الشخصية اخدها من هنا السر الثاني انا عندي صور لمحمود السعداني قبل الاحلمية وهو قاعد مع اصحابه لابس نفس لبس سليمان غينة يعني لابس نفس الجنبية بنفس العباية بنفس الطائية الفلاحة دي انت بتتكلم هنا عن صلاح السعداني اللي بيجيب السمات الشخصية من محيطه ومن الجزور مش بيحتاج ينتحل صفة الشخصية مش بيروح يدور عليها بعيد عن محيطه هو بيجيبها من جوة محيطه وهو انا طبعا كلنا عارفين من الشائع انه هذا الدور كان دور سعيد صالح يعني يا حفخراني اتكلم مع سعيد صالح انه يجي يعمل هو سليمان غانم وكان خلاص هيعمل الدور ثم انه هو كان عنده مسرح وقال له انا مش هقدر ومش اعرفه فراح تدور لصلاح السعداني فاذا محدش برضو يتخيل سليمان غانم الا صلاح السعداني صحيح طبعا فهذا الرجل كل دور يروح له حتى لو مش دوره بالاساس هو يستطيع ان يصنع منه من روحه ومن سمات شخصيته من بصمه هو مبدأ ما يجعله دوره هو اللي يخليك وانت بتتفرج لو قلتلك ايه رايك بقى لو كان فلان تقول لا يمكن ما تتخيلوش لا تتخيلوش لان هو بيحط في الادوار دي من روحه تعليق ايه على فكرة جود فنانين كبار دي العلاقة اللي بينهم مش بس حتى لا على في الصحافة ولا في التلفزيون ولا قدام الكاميرات لا دي العلاقة الحقيقية بينهم وبين بعض ده مقدار وحجم الصداقة بينهم شايف الحالة دي توصفها بايه انا وانا بسمع طبعا كل التحية لو سازة سماح وهي بنت واحد من انا بسميهم اولياء الاولياء الهوية المصرية الصالحين الناس اللي قدروا ان هم يكسدون مفردات الهوية المصرية اللي عاشوها في شوارعهم وحواريهم وبيوتهم على في شكل الدراما اللي احنا اتربنا عليها وبالتالي ابو بكر ازدت احنا بنتكلم عن قامة يعني سبحان الله ما هو ده زمن يعني ما تبقاش عارفة مين ولا مين ولا مين المعنى الكبير قوي في شخصية ابو بكر ازدت وشخصية صالح السعدني وشخصية سعيد صالح وشخصية عدل امام وشخصية ومحمود عبدالعزيز وكل الجيل ده اللي هو متقارب من بعضه في العمر ان هم كانوا بني قدمين اتربوا صح اتكونوا صح احنا ازمتنا مش في ممثل بيعرف يمثل صح احنا ازمتنا هو بني آدم اتكون صح ولا لأ الزمن اللي كون الناس دي كان زمن صح كون الناس صح الازمة الكبيرة ان فيه ازمنا جاءت بعد ذلك مش صح كونت ناس مش صح فبقى عندنا نمازج مشوهة بتطرح علينا حاجات مشوهة تحت اسماء كثيرة ولكن الازمة انه فيه ازمة في البني آدم نفسه ابو بكر ازدت انسان صلاح السعدني انسان متكون صح قبل ما تبقى فنان بتعرف تمثل أو ما بتعرفش لازم الاول تبقى انسان متكون صح وعشان كده كل ممثلين زمان كان لهم اسادزة ربوهم وكبروهم وبقى دي لهم بالفضل اي جيل بلا اسادزة هو جيل بالتأكيد مشوه وعنده مشكلة لكن لما تشوفين السنائي بتاع عمارة وحسن أربسك هذا التناغم الرهيب بين الشخصيتين مش بس تكتابة وصابة نور وكاشة لا ده جزء كبير منه اللي حكيته اتنين بنا قدمين بيعرفوا ازاي ان هم يعملوا بينهم شيء يمتع نحن صحيح وستاذ محمود كمان زي ما حضرتك تحدثت عن نقطة مهمة جدا فكرة انه استاذ صراح السعداني وخرج من حارة مصرية ثقف نفسه ارى كان حابب انه يبقى مطلع بشكل اكبر ده اثر في شخصيته الجيل ده تقريبا كله كان مهتم جدا بالقراءة كان مهتم جدا بالثقافة كان مهتم جدا انه هو يبقى عنده معرفة بحاجات كتير يبحث حتى في ابعاد الادوار اللي بيعملها ويمكن ده هو اللي انعكس بشكل كبير على شخصية الجيل ده كلها لو ذكرنا اسماء كتير جدا نور الشريف يحيى الفخراني اسماء كلها هنلاقيها متقربة مش بس في الموهبة متقربة في الأداء متقربة في تقل الشخصية زي ما بيقولوا ابعادها فزي ما حضرتك بيقولت هي فعلا كانت يمكن سمة شخصية للفنانين دي وقتها هي مرحلة البحث عن كل ما هو حقيق يعني في الزمن ده صلاح السعداني نفسه بيحكي لما كان طالب في كلية زراعة وانا فخور ان انا خريت كلية زراعة بمناسبة احنا لما اخذنا الكلية كانوا بيقعدوا يقولوا لنا ايه دي الكلية اللي تخرج منها صلاح السعداني اللي تخرج منها عادل امام اللي تخرج منها يعني انا اصدق جدا ان فيه شخص دلوقتي مش في مصر ولكنه في غاية الحزن على زميل دراسته الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة الذي كان طالبا في كلية الزراعة يجلس في المدرج مع صلاح السعداني وعادل امام انا اصدق انه في اقصى درجات الحزن الآن لانه مصر الكبيرة في هذا الوقت اللي كانت بتعلم يعني اللي عايز يتعلم اصر حاكمة في دول تانية وبتالي لازم ييجي مصر اصدرت في الجميع بكل تار شخصية صلاح السعداني وهو بيتعلم التمثيل مع رئيس فرقية التمثيل في الكلية اللي اسمه ايه عادل امام كان الطالب عادل امام ورئيس فرقية التمثيل وكان صلاح السعداني بياخد اول دور في حياته مع عادل امام ليستمر بعد ذلك ممكن فيها علاقة كمان خاصة بينهم ليستمر بعد ذلك لعلاقة بينهم طول الوقت علاقة مفيش مصلحة لعملوا مفيش ادوار معينة ده بيعمل أدوار لده مفيش شلة فيه علاقة بني أدمين ببعض عشان كده كلمة السر في شخصية صلاح السعداني وكل الكبار اللي علمونا هي أنه بني آدم كويس اتكون كويس سيح مشكر طبعا حضرتك جزيلا شكر الكاتب الصحفي محمود التامين وورتاني يا فاند مشكرك على كل الحديث اللي حضرتك تطرقت فيها معانا مشكرك جزيلا شكر شكرا جزيلا شكرنا اللي بشكركم وبشكر سيد السماح لأن فعلا أنا تأثرت جدا بالروح الطيبة اللي هي شغي لها لولدها والصلاح السعداني وده شيء لازم الناس تتعلمه كل تأكيد وخالص تعزينا لأسرة الفنان الروح صلاح السعداني طبعا وابنه النجم أحمد السعداني وكل محبين وإحنا كمان بنعز أنفسنا يمكن الساحة الفنية خسرت قيمة وقامة كبيرة جدا شكرا